بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه في سورة البقرة هناك في سورة غافر يقول الله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سمى الله تعالى الدعاء عبادة وهذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة أساسها أصلها لبها لكن لاحظ لفظ الاستجابة في الآيتين في آية سورة البقرة يقول الله تعالى فليستجيبوا لي داعين متضرعين خاشعين وهناك مولانا سبحانه وتعالى في سورة غافر يقول أدعوني أستجب لكم نعم إن سرعة استجابتك لأوامر الله سبحانه وتعالى دعاءا وتضرعا واستكانة وطلبا وإلحاحا نعم وإلحاحا على الله سبحانه وتعالى ترى الاستجابة من الله وهذا نوع من أنواع رحمة مولانا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن ندعوه يحب منا أن نلح عليه في الدعاء إن الله يحب الملحين في الدعاء ومولانا سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير وفي وقت السحر تنزلا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ألا من داع فأستجيب له ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مسترحم ألا من مستغفر ألا من مبتلى فأعافيه ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر ربنا نعم ربنا يعرض علينا ويطلب منا أن ندعوه أين نحن من هذا الوقت أين نحن من هذا الخشوع ضيّعنا هذه الأوقات وضيّعنا هذه الفرص قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا ترد أنها يا رب خائبة وبحر جودك يروي كل من يريد نعم نعم لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى بيقين بيقين في أن مولانا سبحانه وتعالى مجيب دعاءنا مستجيب لرجائنا ما دمنا أخذنا بأسباب استجابة الدعاء قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك الحلال وصلة إلى استجابة الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الدعاء حقا وصدقا من أهل الاستجابة يقينا وإخلاصا بفضله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا